مرحبا بنات كيفكم اليوم بحكي لكم عن موقع مودا مودا ابرانقي هذا الموقع احس محد يتجرأ من يطلب منه خصوصا انه موقع غريب يعني مو مألوف كثير هذا الموقع المميز في انه يجيب لك القطع من القطع اللي مرح تنزل الا بعد الستة شهور هو يخليك تدري ان تطلبينها لكن الانتظار هو سيء يعني القطع اللي انا اخدتها انتظرت فيها تقريبا خمسة شهور بس انا القطع اللي انا اخدتها ترى موجودة في كل المواقع بس انا لاني كنت ابغى لون محدد فاضطريت اني اخذ منه يعني ولما كنت ابغى اجربة ابدا لان انا شخص عجول غير صبور ابدا اه قد مرة طلبت من شيء اتوقع او جولي شيك وقعده وشهر بغى يجيني انهيار عصبي بترلي يعني الموقع جدا سهل بالطلق يعني ما ياخذ منك اي وقت اه لكن المشكلة فقط بالتوصيل يعني اه كزي ما قلت لكم الغرض اللي انا طلبت قعد تقريبا خمسة شهور على ما وصلني اه وبعد يعني لست روصلني بدري يعني كمفترضا ستة شهور الشحنة وصلت لي عن طريق يو بي اس اللي هم الشركة اللي انا اكرههم يعني جدا جدا لا تطاق يعني تكعد سنة على ما توصل لك الشحنة تخيلوا الشحنة لها اسبوع واصلة ما وصلوا هلي دمان انا دقيت وقعدت طالبهم فيها يعني اشخة تعامل جدا سيئ صراحة اه زي ما تشوفون الباكيجينج جدا جميل مرة حلو مرة حلو مرة عجبني بالنسبة للشحنة دفعت عليها جمارك ورسوم ضريبة واشياء دفعت تقريبا حوالي مية وخمسة وخمسين ريال عند الاستلام وهذا شيء ما وضحه لي كمان هذي سلبية انا ما ادري هذا الغلط من الموقع او من يو بي اس لانهم كان مفترض لما حكيت معاهم على انه توصل لي القطعة يعطوني كل المعلومات يعني يفترض ان انا ما كان معاي كاش طيب يعني صراحة ام بروفيشنال بس بوريكم ايش اخذت اخذت هذه القطعة من ماركة دانس لنتي الماركة جديدة ماركة بريطانية من لندن اهتمامها كلها شناط وقطع جلدية يعني بشكل عام مرة غريب الباكيجينج صراحة وللامانة انا ما حبيتها يعني هو مو عملي يعني لو انه على اساس دست باك مفترض انه ما يكون مفتوح من جميع الجهات يعني كيف كذا بس شكله هو بس شكل انه شي يعني غريب وجديد يعني بس هذا اسم القطعة ميني جوني معلومات القطعة هنا يقول لكم انها جلد ايطالي كالف يقول استخدمها بعناية يعني اكيد طبعا يعني بعطيها هق انا اصلا ويقول ما يلمسها الموية ونفس الشي انه ما تلبسين معها ملابس بالوان فاقعة ويكون الاحتكاك كثير لانه ممكن ينتقل اللون اسم البراند دانس لنتي هو بالفرنسي سلو دانس يعني الرقص البطيء مرة الاسم شاعري صراحة موسيقى زي ما تشوفون معاها الستراب الستراب الطويل اعتقد اني بتخلى عنه لاني انا البنتة اللي توب هاندل احب توب هاندل في كل الشنط طيب هذا الهاندل حقها من ورا يتفك كذا بعدين تفكينا بس هو الهاندل اصلا ميتفك يعني مادري ليش اصلا تفكينا تخلينا كذا مفتوح ما اعرف او يمكن تنزلينا تحت يعني اه اوكي تنزلينا تحت الستراب بحيث ما يقذيك اوكي يلا حلينا اللغذ مرة حبيت السيكوريتي حقها تشوفون كيف تنفتح هذا اول فتحة بعدين فيه كمان غالق ثاني من جوه كمان ينفتح احسنها بالنسبة للشنطة صغيرة مرة واسعة فيها بس سحاب واحد على الجن انا مرة عاجبتني الشنطة من زمان يعني لي فترة يمكن اكتر من سنة وهي عاجبتني الشنطة من يوم ما شفتها على ستريت ستايل في الفاشن ويكس وكذا لكن كل المواقع اللي انا اعرفها اللي انا اعرفها اللي ايه فارفتش نتا بورتي اه لويزا فيا روما كل هذي المواقع ما عندهم اللون اللي انا ابغاه اللي هو هذا اللون اللي 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 جملي على اصفر نوعا ما والهاند الحقها ابيض انا ابغاه هذا اللون بالذات اغلب اللي القاهم اسود بني و ابيض سادة كامل او ابيض مع بنك او احسنهم مرة بيحدوني واني الكلكشن حقي يعني احسي ينقصني هذا اللون فمرة حبيتها واحسنها اضافة مرة حلوة اللذر يجنن الكوالتي يعني ما احكي لكم مرة مرة حلو متحمسة البتها مرة احسنها اضافة حلوة او حتها مع اللي علي حلو اتمنى يكون عجبكم الفيديو انشاء الله رح يكون في المستقبل تجارب documentation المواقع اكثر ا اشياء جديدة وحاول اني اكون اكون open minded و اجرب اشياء جديدة و ما اظل على نفس المواقع اللي انا اطمأنت لها ودي شوية أكثر روتين تمام عجبكم. لا تنساء الله ان شاء الله